السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعاد الزمالك نغمت الانتصارات سريعا في الدور الممتاز بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمع مجمعتهم مساء اليوم باستاذ القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدور الممتاز احرز هدفي الزمالك احمد سيد زيزو بالدقيقة ستين من ركلة جزاء ويوسف اباما بالدقيقة ستة وسبعين فيما اعلن مجلس ادارة نادي الزمالك عودة عضوية احمد سليمان نائب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح على الرئاسة في الانتخابات الاخيرة وذلك بعد شطبها من قبل مجلس الادارة السابق برئاسة مرتضى منصور والتحاد الكرة يكتفي باقوف فرجاني ساسي مباراة واحدة بعد تقرير الحنفي اكد مصدر بالتحاد الكرة يكوف التونسية فرجاني ساسي لاعب الزمالك مباراة واحدة فقط بعد ترضه في لقاء غزل المحلة الاخير بالدوري وقال المصدر ان محمد الحنفي حكم اللقاء ذكر في تقريره ان اللعب حصل على طرد للانذار الثاني ولم يدون ان السبب ضرب بدون قرة او التحام عنيف مع لعب المحلة ويغيب فرجاني ساسي عن لقاء الزمالك مع الاتحاد السكندرية اليوم الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري للايكوف ودخل الزمالك المباراة محتر لمصدورة الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خض عشر مباريات حقوق الفوز في سبع وتعادل في سلاسة وخسر مباراة واحدة من جانبه عقد البرتغالية باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك عدة جلسات تحفيزية وفنية مع اللاعبين وتحدث باتشيكو مع لعب الزمالك عن بعض النقاط الفنية والأدوار الخاصة كما كشف عدد من الصلبيات التي ارتكبها اللاعبون خلال مواجهة غزل المحلة التي قدت للخسارة بهدفين مقابل هدف واستقبال محمد أبو جبل لهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع وحذر باتشيكو اللاعبين من التسرع خلال مواجهة زعيم الصغر الليلة وايضا الدفاع الهجومي لتسجيل هدف مبكر دون التأمين الدفاعية حتى لا يستغل الفريق السكندرية المساحات وبالاعتماد على سرعة رزاق سيسي أو مهارة عمور حمدي كما طلبهم بضرورة التركيز وتقسيم المباراة لمراحلة حتى الوصول لبر الأمن وفضل باتشيكو بين التونسي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي لقيادة هجوم الزمالك أمام الاتحاد في زل إصابة المعربية أشرف بن شرقي بكدمة في ضلوع الصدر كما غاب الدولي التونسي فرجاني سيسي بسبب الإيقاف بعد الطرد أمام غزل المحلة وكان تشكيل الزمالك مكون من حراسة المرمى محمد أبو جبل خط الدفاع حازم إمام محمود علاء محمود حمد الوينج عبدالله جمع خط الوسط تتارك حمد إمام عشورة والهجوم يوسف أوباما أحمد سيد زيزو محمود عبدالرزق شيكابالا وسيف الجزيري ترجمة نانسي قنقر